شكرا لكم ويعطيكم العافية جميعا معكم زميلكم محمد الزعبي طالب طبساني اولى ان شاء الله اليوم من اخر محاضرة بمادة المد في مادة الفيسيولوجي اللي بتحكي عن البلد فيسيلز عن بلد برشر ونقول بسم الله اول شي بحكي لك انه الفيسكيلر تري او يعني الفيسيلز تتكون من انواع اللي هو الارتيريس الشريين الارتيريولوز اللي هو الشريين الصغيرة يعني الكابليريس شعيرات الدموية الفيناس الورد الصغيرة والفينز اللي هو الوريد يعني طيب احنا اتفقنا في المحاضرات الماضية انه الارتيري اللي هو البزوم الدم من القلب لجميع اجزاء الجسم الفين بأخذ من اجزاء الجسم للقلب متفق عليها ولكن شو اسم الله محمد في بعض الملاحظات حكت عنهم الدكتورة في اثناء المحاضرة اولها بحكي لك ان الكابليري وهي المنطقة اللي بصير فيها الامتيريال فبسموها الامتيريال هاي مهمة واجعلها سواء السنوات بدكترف انه الارتيريولوز او الشريينات الصغيرة هاي هي عندها او اللي هو اعلى مقاومة اللي هو نفسها اعلى سعة فهو بتحمل اللي هو وهكذا شوية ملاحظات بس ممكن لانه هاي اجت سواء السنوات وهي مش موجودة في السلايدات تمام هون في هاي الرسم الدكتورة حكت لازم تكونوا عارفين انه البرين بحتاج من اه الدم ثلاثتاش بالمية من الدم وهي كمية ثابتة اخذناها في السين اس انه الدم فيه الشو اسم الله محمد بلود برير هذا اللي بيحمل على بوصول الاكسوجين والدم بكمية ثابتة للدماغ المهم انه نحتاج لكمية ثابتة من البرين طيب في هنا اشي اسم الفلوريت شو بحكي لك الفلوريت هو معدر التدفق يعني اموند اوف دا بلود باسنك ثرو اه ثرو فيسلز بير يونيت اوف تايم رح تطلع عن طريق اللي هو خلال فواحدة زمنية عدد مقدار الدم اللي بمر في الوعاء الدموي خلال فترة زمنية معينة طيب الفلوريت هذا اه له عدة عوامل بتناسب محا فهو بتناسب طرديا او مع يعني دلتا اخوان دلتا اخوان دلتا هسا في موضوع مهم رح ننبهكم عليه. اه سؤال بخربط في السنوات هسا فالجيب يا. طيب. اه طردي حكينا مع اه او دلتا وعكسي مع او المقاومة. حكينا من وين رح يتدفق من وهذا الاختلاف من منطقة تركيه البراشر العالي للضغط المنخفض شبسموه البراشر جريديان. تمام? فلازم يكون فيه ان اختلاف في الضغط حتى يصير في حركة الدم. اذا كان اختلاف الضغط نفسه بيتعليها نفس الشيء. حسا نشوف هنا. هسا او المقاومة وهي وهو مقاومة بلد فلو. بتعتمد على ثلاث عوامل مهمة. بلد فسكساتي. فسكساتي معناها اللزوجة. ماشي. لزوجة الدم. وبتعتمد على عدة عوامل اهمة هو وجود اه لهو خلايا الدم الحمراء. اه خلايا الدم الحمراء كل ما زادت رح يزيد الفسكساتي او اللزوجة. هسا كيف يعني شو الفكرة كل ما زادت في خلايا دم حمراء اكثر في الوعاء الدموي. ما هي وعاء دموي. في خلايا دم حمراء اكثر. رح يزيد عملية تصادم بين الخلايا. فبالتالي رح يزيد عملية لمرور او مقاوم لمرور الدم. طيب فاندك طول اه اله كل ما زاد طوله. كل ما زاد طوله زادت فرصة انه يصير تصادمات اكثر بين الخلايا. فبالتالي برضو رح تزيد. وبرضو اللي هو نصف القطر. كل ما زاد نصف القطر زي هيك. اهي عم. رح تقل نسبة تصادم الخلايا مع بعض. فبالتالي من استكشف من الموضوع هاد انه. اه. ريسستنس طردي مع. ريسستنس المقاومة طردي مع ال. وعكسي مع ال. تمام يعني كل ما زاد رح يزيد ويقل ال. اه كل ما زاد ال. رح يزيد ويقل ال. وكل ما زاد ال. رح يقل ال. ويزيد ويزيد. تمام. طيب هيا نرجح نشوف هون. شو بقول لك. الريسستنس طردية او دعي ركتلي مع الينث ماشي وبرضو مع الفيسكا سيتي اللي تيرمز لها بميو وعكسية مع الريدياس بمقدار فورث باور يعني اس اربعة فلو حكيت لك انه زاد الريدياس اثنين ماشي هذا الريدياس زاد اثنين رح تقولي انه المقاومة الريسستنس شو صارت واحد على ستعش قلت بمقدار واحد على ستعش اللي هو واحد على اثنين وساربعة اوكي اوكي تمام هاي مهم ممكن يجي سؤال سحي حسابي اه ممكن يجي ترى اخوان سؤال حسابي على القانون هذو على القانون هذو عادي تمام وهذا نفس القانون هذا بس انه عوض الار شو تساوي اوضلي اياها تحت اوضلي اياها بهذا القانون بتلا معك الفلوريت باستخدام هذا القانون كل اخدنا هذا بالفيزي طيب هسا بحكي لك اطلع هون هلو حكيت لقلو شوية عدلتها عشان نشوف الشغلة هاي طلع لي هون عرسمي الاول خنشوف اول شي كان هون البرشار خمسين كان هون البرشار عشرة فدلت البرشار اربعين تمام هون كان تسعين كان عشرة فدلت البرشار ثمانين هسا حكينا كل ما زاد البرشار رح يزيد الفلو صح ولا لا ترضي مع الفلو فدلت مرتين هونes فهمرتين الفلو هون مرتين هنا تمام تمام نايم هون اطلع هون كان تسعين عشرة فدلت البرشار ثمانين هون كان مية وثمانين هون مية فدلت البرشار ثمانين فقدلت نفسها والرديز زي ما انت شايف نفسه ومش حكي لكFI عليه وهو الفيسكاسيتي ولا حكي لك عن اللينث او اللينث مبين الصورة نفسه فبالتالي ايش اه دا سيم دلتا البراشر اس دا سيم فبالتالي الفلو دا سيم تمام طلع مع انه ماشي البراشر هون مية ثمانين هون مية بيفرق ولكن دلتا انا اللي بهمني دلتا البراشر اوكي اوكي طيب هاي في عندك اللي هو اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد اطلع لي هنا في الفيسل وان الفيسل تو هذا الرادياس هون اكبر مرتين من الرادياس هون اوكي فهي قيل لك الرادياس هون اكبر مرتين من الرادياس هون فبالتالي الرادياس هون في الفيسل اثنين راح تكون اقل بمقدار ستاشر مرة فاذا اتفقنا انه هذا الرادياس سبعة وار هذا راح يكون واحد على ستاشر اقل منه لانه الرادياس اعلى صح ولا لا فبالتالي الفلو عند اثنين راح يكون ستاشر مرة اكثر من الفلو عند واحد لانه الرادياس سبعة واعلى اوكي اوكي طيب هذا هو الضغط الموجودة في الشرايين أول شيء تريد التعلم أنه يوفر لنا little resistance فهذا يقوم بلد فلو خلال الارتري سواء كان يضخ من الفنتر لو ما فيش في عنا اشي اسمه الالاستيكريكويل هسا الالاستيكريكويل كيف يعني خلينا نقرأ اول شي بحكي لك في جدار اللي هو شريين بيقود اللي هو فلو بلد ديورنج كاردنج ريلاكسيشن او يعني يسيد العزيز بيكون اللي هو المرتاح ما في ضغط عالي بيعمل على دفش الدم في خلال الارتيري طب كيف الدم بمشي خلال الارتيري عن طريق اللي هو السموث الموجودة داخل هاي الارتيري العضلات الموجودة داخل هاي الشريين تعمل على دفش اللي هو اه الدم داخلها ماشي فهو فلو كانت زي هيك مثلا الشريان بيصير زي هيك زي هيك ماشي الدم بيصير زي هيك فبعمل على دفشه فبعدين برجع برجع طبيعي فهو الاستيك بعدين برجع طبيعي بس يمشي الدم منها بعدين برجع من هنا بعمل على دفشه فبعمل زي كأنه انقباضات للعضلات اللي جو الارتري نفسها. ماشي انقباضات للعضلات اللي جو الارتري نفسها بتعمل على الدفشة. وهذا الحكي متى بيسير لما يكون تمام? فهذا الاستيسيتي مين مسؤول عنها زي ما حكيت لك موجودة في فهذا الاشي بيساعد على حركة الدم حتى بدون وجود اللي هو قوة بتعمل على دفع الدم داخل الارتري. تمام? اللي هو الاسيكري كويل بعمل على دفع الدم حتى وهو المرتاح وهو لسه ما في عنا ضخمة في عنا ضغط عالي. وهذا بولدنا. هسا بنوخد وشوف شو بولدنا. طيب. فهذا الارتري برضو اكسباند راح تتوسع الارتري لما يصير في عنا راح ينترسل من القلب. ماشي. لما يصير الفنتريكال سيستول. اه بحكي له حتى لما يعمل الفنتريكال سيستول وينقبض اللي هو البطين. اه الفنتريكال لما ينقبض تمام? اه راح يرسل اه الكمية كبيرة من الدم. فهذا الارتري راح يصير يتحمل هذا الدم. فشو بعمل؟ بعمل اكسباند بتوسع عشان يستوع بهذا اللارج وليم في بلد اللي جاي من القلب. وهذا التوسع بيكون يعني بشكل مؤقت. تمام? وهذا برضو اشي بيدلك على انه الارتري مرن. الاسطيك. حشان بس هذا التوسع المؤقت بسبب وجود الاسطيك فيبرس. اوكي? اوكي. طيب. طيب. حسا بحكي لك الضغط داخل الارتري بيختلف سوا كان سيستول او دايستول وهذا اشي منطقي. فاذا كان سيستول راح يكون الضغط اقل. وهذا اشي منطق لانه ما في قوة تدفشه. فهو قاعد يتحرك فعليا عن طريق العضلات الموجودة داخل الارتري. وهنا اللهم صلى الله عليه وسيدنا ومحمد. ولما يكون فيه فينتريكال سيستول لأ بده يكون فيه قوة كبيرة قاعدة بتدفشه. وبتدفش كميات كبيرة من الدم كمان. وهذا بنتج عن طريق انقباض للفنتريكال. تمام? فبيكون هذا الاكثر. فالسيستوليك. وهو الماكسيموم برشار اف ارتري. لما يصير دفش ايجيكتد للبلد. بيصير دفش للدم. اه في انتناه وهو تقريبا يساوي مية وعشرين من نبيل. تمام? وفي عندك دايستوليك برشار وهو المينمم برشار وهو اقل كميات برشار. هذا متى بسير لما البلد بتسرب الى داخل الفيسلز بدون وجود اي قوة تدفشه. تمام? اه وهذا بسموه الفنتريكال دايستور. تمام? تمام. اه في ان اشي اسمه وهذا يساوي ثمانين. في ان اشي اسمه بلس برشار. بلس برشار. وهي عبارة عن السيستوليكي برشار ناقص دايستوليكي برشار. تمام? وهذا ممكن يجي عليه سؤال حسابي. اه اللي هو سيستوليك مية وعشرين ناقص الثمانين. ويساوي اربعين. تمام? تمام. اه افهمنا هون كل اشي. حكيانا السيستوليكي برشار بنتج لما يصير انقباض الفنتريكال. ويكون هو القيمة اعلى لانه انقباض الفنتريكال فانتج ضغط. اما هون الى الاسكريكويل متى بتكون لما يكون دايستوليكي برشار? دايستوليكي برشار يعني ما في ضغط عالي ما في اشي ما في قوة تدفش الجسم. تمام? ما في قوة تدفش الدم قصدي. طيب. ممكن قياس ضغط الدم عن طريق. كيف تقدر تقيس ضغط الدم عن طريق جهاز اسمه السيف غو مو مانوميتر. وهو جهاز الضغط الموجود عادي وهو عبارة عن كف. ماشي. بتلفه حوالين الابرار. اه بتبلش تزيد 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 في الضغط الناتج داخل الكف. فحتى يصير هذا الكف اعلى من المية وعشرين وهو ضغط الطبيعي. فمثلا ما توصل الى مية وستين. لما توصل الى مية وستين هون راح تسكر الارتيري الموجودة هون. فلما نسكر الارتيري ما راح نسمع اي صوت لانا انت سكرت للارتيري فمجرى الدم راح يقل جد راح يصير قليل او اذا ما كان في مجرى الدم اصلا. فماشي ما في دم بتحرك داخل الفيسلس وما في صوت ما بنقدر نسمع صوت لانا كنت نمسكر الفيسلس. بعدين بتبلش ايش بتبلش تخفف فيه حب 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 تخفف في الضغط ان اللي جوه الكف حب حب. بس يوصل الضغط بس يقل الضغط اه داخل الكف هاز يصير اقل من يعني اقل من مئة وعشرين او يعني مئة وعشرين او اقل بشوي. ماشي. اه او مش ضروري تكون مئة وعشرين بس هو الطبيعي مئة وعشرين. احنا بننقيسه عشان نشوف قده شوه. اوكي? فلما يصير تقريبا قد الضغط الموجود عند الجسم. او موجود في جسم الانساني بننقيسه. اللي هو بالوضع الطبيعي يكون مئة وعشرين. ولكن اذا كان في حالات مرضية منك وصل مئة خمسين مثلا. تمام? فاحنا من قاعدين بنعمل ريليز حبه 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 حبه. لما يوصل تحت بشوي او قيساوية تقريبا نقدر نقول. رح يطلع عنا رح يطلع عنا شوية اصوات. اول صوت بنسمعه شو بمثلنا اول صوت بنسمعه هو تمام? تمام. اه بعدين بنظل نخفف نخفف احنا في الريليز بنظل نعمل ريليز البراشر بنظل نخفف كف البراشر. ماشي من نزله لحتى يصير قد الضغط الانبساطي. تمام? او اقل منه بشوي. لما يصير اقل منه بشوي رح يصير الساوند يسابير رح تختفيها الاصوات. لما تختفيها الاصوات بمثلنا دايستوليك براشر. طيب. هسا هذا فحكينا الضغط الانقباضي كيف يصير? في عنا نوعين. حكينا الساوند وضغط الانقباض ودايستوليك وهو ضغط الانبساطي. الساوند حكينا بدنا نلف الكف ونظل نزيد 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 اكثر بيصير اكثر من مئة وعشرين. اه بعدين بلش نعمل ريليز ريليز لما يصير الساوند بيصير اقل شوي من الساوند رح يصير عنا اصوات. اول صوت نسمعه هذا من سجله بيكون الساوند. بعدين نعمل ريليز لحتى يصير بتحت اللي هو البضع الطبيعي يكون ثمانين. لما يصير اقل من الاصوات شو رح تعمل? رح تختفي. لما تختفيها الاصوات يعني انت عندك كالنقطة. تمام? تمام. هاي الفقر اول ما عادة نفس الفوق. طيب. بحكي لك زي ما اتفقنا هون. لما يكون بنحط اول اشي الكف على اه اه بعدين ايش? بنضغطه لحت تسير اكثر من مئة وعشرين. هون ما رح تكون في حركة الدم ما رح نسمع اي اصوات. بعدين. بتبالش يتخفف لحتى يصير الضغط بتوين مئة وعشرين وعشرين. هذا في الوضع الطبيعي. اه رح يصير ماشي رح يرجع الدم. ليش رح نسمع اصوات هون? لانه ماشي فتحنا صار الضغط اوكي تمام? بس رح يرجع الدم يتحرك بطريقة عشوائية. تمام? بطريقة عشوائية. فاااا بنسمع اصوات. لما يصير اصغل من دايستوليك. اه لس دان مئة ثمانين. هون ايش? رح يرجع الدم يتحرك او سموث. حركة. فبالتالي ما بنسمع اصوات. لما يصير دايستوليك ما بنسمع اصوات. اما الاسم انه سستوليك لسه ماشي انت ضغط ام يكي ضغط. فهذا بيجبر الدم مش عدم الحركة. لا بتحرك ولكن بعشوائية. بطريقة طلع الصوت. حلو. في ان ايش يسمو مين او متوسط الارتيل متوسط الضغط في الشرائل. هسا متوسط الضغط وهي متوسط القوة اللي بتنتج مسبب لتدفق الدم. متوسط القوة مسبب لتدفق الدم. هاي يتم قياسها بقانون حسابي. زائد بلاس. واحد على ثلاث. طيب. هي اللي هي تساوي ثمانين. زائد واحد على ثلاث. شو تفقنا البلاس براشر? عبارة عن سستوليك ناقص دايستوليك. في مية وعشرين ناقص ثمانين. تمام? فهاي ثمانين زائد واحد على ثلاث في اربعين. وان شو قيل لك اجواب تقريبا بطلع ثلاث وثلاث وثلاثين بيه. تمام? بركزينا البلاس براشر هي آآ 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 سستوليك ناقص دايستوليك تمام? طب ليش هون حوبي اثمات دايستوليك. مع ان انت ممكن يتغيق لك ان المعظم القوة او المتوسط القوة من السستوليك لانه هي بتنتج من الكنتواكشن الفينتريكل آآ آآ لانقباض اللي هو الفينتريكل فهي بتنتج اكبر قوة اي اقول لك سيدي! ليش حوبي Elderly? لانه سيد العزيز بتكون ثلاثين الكاردك سايكل شو بتكون? دايستول فهي بتباش اول شي دايستول. دايستول هاي بعدين سيستوليك سيستوليك بعدين دايستول برجع تمام صحيح في الثلاثين هاي المرحلة شو بتكون في دايستول برضو هاي مش معلومة يعني كثير شديدك بس انه ليش حطينا دايستول وهاي طريقة الحسابة في الحالة الطبيعية حكينا ثمانين زادواها ثلاثة في اربعين وبثل معك تقريبا ثلاثة سين بالمئة هاي اخوان الدكتورة شو حكت حكيت لكم عنها شو حكت هون حكت انه منطقة التبادل هون حكت هون هاي اكثر منطقة فيها حكت انه هذولا هم الاكثر سعة بتحملوا وله الارج امونت في ذا بلت وهيك منكون خلصنا المحاضرة يطيكم الف عافية